بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد ممثلا لجلالة الملك محمد السادس في القمة الإسلامية الرابع عشر المنعقدة بمكة المكرمة أشاد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بالجهود المتواصلة التي يبدلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة كما ثمن الدور الملموس الذي تطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم ودعا الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها كما أشاد المؤتمر بنداء القدس الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس بالرباط يوم 30 مارس 2019 لما يحمله من دعوة إلى جعل القدس مدينة السلام والإخاء والتسامح باعتبارها رمزا للعيش المشترك لأتباع الأديان السماوية الثلاثة وتراثا مشتركا للإنسانية ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس وإنشاء الوقفيات في الدول الإسلامية تخصص لدعم القدس وأبنائها لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة في إنجاز مشاريع تنموية والمحافظة على الطابع العربي الإسلامي والحضاري لمدينة القدس وتعزيز صمود أهلها في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد المدينة المقدسة إن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظر التعاون الإسلامي وهي محور الاهتمامنا حتى أحشر الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة حقوق المشروعة والتي كفلتها قائرات الشرعية الدولية وبؤادرة السلام العربية ونجدد التأكيد على رفن القاطع لأي إجراءات من شأنها المساث بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف البيان الختامي أكد فيما يخص القضية الفلسطينية على الدور الأساسي التي تكون به لجنة القدس برئاسة جراءة الملك محمد السادس نصره الله من دعم للمقدسيين ومن دعم لأن تستمر القدس كما كانت دائما مجالا مفتوح لكل الديانات البيان الختامي أكد كذلك على أهمية نداء القدس لوقع جلالة الملك والبابا فرانسيس أثناء زيارته إلى المغرب في شهر مارس الأخير واللي اعتبر وثقة مرجعية فيما يتعلق بالحفاظ على هوية القدس وفيما يتعلق كذلك من أن تبقى القدس دائما مدينة مفتوحة لكل الديانات ومن جهة أخرى رحب مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بتعين صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم سفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة في مجال تمكين مؤسستي الزواج والأسرة ومكافحة زواج القاصرات وأعرب عن شكره لجلالة الملك محمد السادس لموافقته على قيام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بهاته المهمة وبخصوص الأزمة الليبي أكد المؤتمر ضرورة التزام كافة الأطراف بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب وضرورة عودة الأطراف الليبي إلى المصاري السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق ودع المؤتمر كذلك إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي لا يمكن إلا أن تزيد الأوضاع تعقيدا وإلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وعلى هامش أشغال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي التقى صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان وذلك بحضور وزراء خارجية البلدين كانت مناسبة للاستحضار الروابط المتيرة التي تجمع البلدين منذ عقود قيادة وشعبا وإبراز التضامن المطلق والمتواصل بينهما في مختلف الظروف والأحوال كما كانت فرصة للتأكيد على ضرورة الاستمرار في تقوية هذه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وكان قادة الدول الإسلامية قد أصدروا إعلان مكة المكرمة الذي أدانوا فيه كل أشكال التعصب على أساس الدين واللون والعقيدة ورفضوا فيه الطائفية والمذهبية بكل أشكالها وتعزيز تصالح المسلمين وإدالة الإرهاب والتطرف والاعتداءات الإيرانية المغرب منذ البداية كان أشار إلى هذا التهديد الإيراني وكان المغرب من نفسه عنا منه ومن هنا جاءت رسالة التضامن التي بعتها جلالة الملك إلى خادم الحرمين الشريفين وليأكد فيها على أن التضامن المغرب المطلق مع المملكة العربية السعودية فيما يهدد أمنها واستقرارها وكذلك أن المغرب يرفض أي مس بأمن دول الخليج وبالخصوص أمن المملكة العربية السعودية على اعتبار بأن أمن هذا المنطقة هو جزء مهم للأمن القومي العربي وبالتالي فهوكي عن المغرب كذلك مباشرة إن منظمة التعاون الإسلامي تجدد رفضها المطلق للمحاولات المقصودة لربط ديننا الإسلامي الحنيف بالأعمال الأرهابية التي تقترفها جماعات إجرامية مارقة لا علاقة لها بالإسلام وتعاليمه النيرة وقيمه السمحة وكذلك تساهب المنظمة مع الأجهزة التي نشأت في بعض دولنا لنشر الصورة الصحيحة للإسلام النقي الصافي دين الاعتدال والوسطية والمحبة والتسامح والعيش المشترك ديننا الذي لا يتعارض مع ضرورات العصر ويواكب مستجداته بما ينفع البشرية حري بالذكر أن أول قمة إسلامية عقدت عام 1969 بالعاصم الرباط بمبادرة من جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه عقب ارتكاب جريمة إحراق المسجد الأقصى نصف قرن على التأسيس سيفتح المجال لتقوية هذه المنظمة وإصلاحها ياكلها لتحقيق أهدافها النبيلة